أعودنا إليكم من جديد أعزائي المشاهدين ومن هذا التقرير مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى نادي الحمرية الثقافي الرياضي إذ فاز النادي بالمركز الأول في البطولة التحضيرية الثانية للسباحة لأندية الشارقة وجاء نادي الذيد في المركز الثاني وأيضا بينما احتل نادي مليحة المركز الثالث في هذه البطولة وذلك أتى بمشاركة 196 سباحا من ستة أندية فللحديث أكثر مشاهدين عن هذا الفوز وعن جهود فريق الحمرية للسباحة في هذا الإنجاز يسعدني أن أرحب معي في برنامج أماسي بكل من الأستاذ يوسف حسن الشحي إداري فريق الحمرية للسباحة وأيضا الأستاذ أحمد جمال الدين المدير الفني لفريق الحمرية للسباحة وأيضا أرحب بحمد يوسف الشحي لاعب فريق الحمرية للسباحة مرحبا بكم وحياكم الله فيه حياك الله الله يسلمك شكري لك على الاستضافة يا مرحبا وسهلا ياك الله أخو يوسف أبدأ وياك في الحديث عن هذا الإنجاز لو تخبرنا في البداية عن هذه البطولة وهم شيء الاستعدادات التي تمت لهذه البطولة بادي الأمر أحب أشكر سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي وأشكر مجلس الشارقة الرياضي برئاسة سعادة عيسى هلال على اختيارهم نادي الحمرية لإستضافة البطولة التحضيرية الثانية لسنة 2024-2025 ومن خلالها الحمد لله رب العالمين كونا فريق عمل مختص في تنظيم البطولات والحمد لله رب العالمين التنظيم كان ممتاز وبإشادة الجميع الحمد لله الله يسلام يعني بنبركم من البطولة الحمد لله ناجحة ناجحة نعم الحمد لله رب العالمين بتنظيم جيد بالأعداد المشاركة بالأندية التي كانت مشاركة بإشادة الجميع جميع الأندية وإشادة المجلس وأولياء الأمور وجميع الحضور. الحمد لله رب العالمين. نعم الحمد لله. وفعلا أتى هذه الجهود. أتت نتيجة هذه الجهود. نشوف ما شاء الله عدد المشاركات ويعني لجواء الحماسية في هذه البطولة. في حديثنا عن الفوز. أتجه إلى أستاذ أحمد مدرب. أستاذ أحمد. خبرنا عن تقييمك لأداء فريقك الذي يفاز. وأيضا لابد من كل نجاح يعني يأتي خلفه تحديات. فلو تخبرنا أكثر. الحمد لله ربنا كرمنا في البطولة الأخيرة. ودنا نحق نجاح على مستوى أندية الشرق. المنفسة كانت قوية. ما كانتش سهلة. كل أندية كانت نقاط متقربة من بعض. كان من ضمن التحديات. عندنا في سباق العشرة في 25 للولاد الصغيرين. كان ست سنين. كانت تحدي تخلي طفل صغير يقدر يخش بطوله أول مرة. بس الحمد لله دينا نشجع الأطفال ونزرع جواهم الروح المنافسة. يبقى فيه إنجاز بحس الولد يقدر يستمتع. ما يحسش بأجوال البطولة. والحمد لله ربنا كرمنا. بس المنافسة كانت قوية بكل أندية. يعني دي حاجة الواحد يفخر بيها أن جميع أندية الشرق بنفس مستوى القوة. وده يخلق روح تنافس وجو ملائم لرياضة السباحة. أكيد أكيد. أستاذ أحمد يوم التنافس يكون فيه منافسة شريفة ما بيننا كلنا. وفي الآخر كله بيسب في مصلحة السباح أن إزاي يقدر يطور من نفسه بحس لما يقدر يروح للقاءات أو السباقات على مستوى العالمية والمستوىات الأولمبية بيقدر أن نحن تعد السباح. كل السباحين الأبطال العالم وأبطال الأولمبيات بدأوا من المسابح والبطولات التي تتعامل في المنطقة في الشرق أو في الإمارات. محلية. مع كل البطولات المحلية. وبعدين من ساعتها بيبدأ يوصل للعالمية والأولمبية. بإذن الله. اليوم نحن أخذنا نبدة كافية عن البطولة. فنتجه إلى البطل. نتجه إلى أحمد. إلى حمد. فحمد لو تخبرنا عن شعورك بالفوز. وتتويجك بالمركز الأول. نبغي كيف كانت المشاعر عندما عرفت بأنك في المركز الأول. والحمد لله حققت الإنجاز الأعلى في البطولة. الحمد لله. كنت فرحان بالمركز الأول. فراحت أكثر يومية المركز الأول. حق الفريق كامل. نعم. فهل كانت يعني البطولة صعبة؟ هل تحس أن يعني أتى هذا الفوز بصعوبة؟ أم كان الإنجاز يعني سهل مع ما شاء الله إشراف المدرب أحمد معكم؟ لا. البطولة كانت صعبة ودربنا موايدة عشانها. الحمد لله. برجع لك اليوم أستاذ يوسف بما يخص اليوم إدارة النادي. بالطبع يعني اليوم اللاعب ومدرب الفريق هم الأساس. ولكن ما هو دور إدارة النادي في أن يجعلوا من هذا الفريق فريق يعني يأتي بالبطولات؟ أنا نفس ما أقول لك دور النادي لا دور كبير برئاسة سعادة حميد حسن الشامسي والسيد سالم الخيال رئيس اللجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين ومواكبتهم للتطورات الصغيرة والكبيرة في النادي يعني لوصول أي رياضي للمستوى المطلوب في النادي أكيد متابعين أول بول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إذن المتابعة ما شاء الله موجودة ومستمرة ونشوف نتائجها يعني بالتتويج نشوف أيضا ما شاء الله لقطات عن يعني التدريب على السباحة وأيضا لقطات من البطولة ما شاء الله يعني قوة السباحين ويعني الاحترافية ظاهرة من خلال اللقطات التي نشوفها سؤال آخر اليوم أخو يوسف كونك إداري في نادي الحمرية وفي خبرتك في مجال الإدارة اليوم يوم النادي يكون فيه يعني لاعبين ورياضيين من الأعمار الصغيرة ومن اليافعين هل يكون هذا أصعب واللي يطلب متطلباته أكثر طبعا كل ما يكون الرياضي صغير في السن يبال اهتمام أكثر نعم أنك يعني من خلال تدريب من خلال رعايتك له في البداية ترعاه قبل الدربة ترعاه نعم وتأسسه ومتطلبات خاصة اللي هم البراعم اللي هم ست سنوات سبع سنوات اهتياجاتهم أكثر نعم والاهتمام فيهم يكون أدق عن المراحل الأكبر أكيد أكيد فعلا فاليوم كإدارة طعم الإنجاز عندما يأتي من مطولة أو ربما من الإنجاز من اليافعين والصغار يكون يعني فرحتها طبعا نعم نعم بالشباب الإداد اللي هم البراعم هذين ممكن أنت تبني قاعدة تقدر حتى من خلالها تنافس في بطولات الاتحاد الرسمية نعم إن شاء الله بالسنوات القادمة يعني بإذن الله إن شاء الله اليوم أيضا برجع إلى المدرب أحمد بما يخص اليوم بعض الاستراتيجيات اليوم أستاذ أحمد يعني ربما كلمة ونصاح توجهها لجميع يعني الأفريقى والمحترفين في الرياضة من خلال مجال خبرتك ما هي الاستراتيجيات اللي فعلا نقدر نقول تنفع في البطولات وتأتي بمراكز متقدمة الاستراتيجيات دي كلمة بتبقى كبيرة شوية تبع المنظمات إحنا بنتبع خلال المنظمات والرؤية سيد صاحب السمو والشيخ الدكتور سلطان القاسم يا الله احفظه ورعا يعني الاستراتيجية بالاهتمام بالطفل أي طفل اللي فيه موهبة وفيه نبتة بيبدأ أنه يوجه كل الدعم من خلال القيادات الرشيدة اللي مسكى مجلس الشرق الرياضي برئاسة سعادة عيسى هلال يعني الرجل ده مايستر الرياضة هو الدينامو المحرك لكل الرياضات والألعاب فنبدأ نحن نحط الرؤية دي في النادي من خلال الاهتمام بالطفل والأعمار السنية الصغيرة فالاهتمام بالطفل وأكبر استراتيجية نحن بنشتغل عليها علشان من خلالها نقدر نوصل للمراحل الإنجاز العالمي يعني حمد الشاحي ما شاء الله بدأ تدريبه عنده ثلاث سنين ونص ما كانش في دماغه أنه أنا بطل ما شاء الله منتخب ويعمل بطل عرب وإنجازات في أسيا فالموضوع بيبدأ بأنا رايح أتعلم سباحة بنحبب الولد في إزاي نوع يتعلم السباحة حتى لو التدريب مدته مثلا ساعة بنعملها آخر عشر دايق حاجة بسيطة أو للطفل هو دي اللي بيفتكرها ومع الوقت المستوى بتطور وبيقدر أن الولد إحنا بقشة فيه الاستراتيجية أن نحن حاول نوصل للبطل لأعلى المستويات تبدأ من خلال المراحل دي هو يتطور مدى مثلا مرتين تلاتة بنزود مراحل التدريب بنزود ساعة التدريب شوية كل ما بيكبر في السن لحد ما بيقدر نوصل بالاستراتيجية اللي هي نمثل نوصل سباحين للمنتخب علشان يمثلوا دولة المرات بشكل مشرف إن شاء الله جميل جميل ومثل ما ذكرت اليوم أستاذ أحمد فعلا نحن اليوم الحمد لله قابلنا العديد من اللاعبين الذين أتوا بإنجازات من نادي الحمرية ويمكننا نسألهم كيف بدايتكم في الرياضة أول سؤال أول جواب هواية واليوم نقابلهم على أنهم أبطال ففعلا مثل ما ذكرت اليوم أستاذ أحمد برجع إلى البطل حمد اليوم حمد يعني هذه الرياضة السباحة وطبعا بعد نيل هذا اللقب وهذا الإنجاز خبرني حمد عن التدريبات كيف جدول التدريبات ومن شو تتكون تقرب كل يوم السباحة نعم بعد السباحة أذهب للفدنس نعم إذا كان فيه بطولة أتمرن العصر والفجر نعم في فترة صباحية التدريب يكون إذا كان فيه بطولة نعم واليوم حمد يعني في السباحة أو في تدريب على البطولة تتدربون مثلا على رقم معين تقطعونه في السباحة مثلا خلال وقت معين في طرق والاستراتيجات معينة في التدريب تسوونها الدرب عشان نعيب الأرقام اللي أريد أكثرها نعم فالحين يعني أكيد بالطبع أرقامك تختلف عن أرقامك قبل ففيه تطور دائم يعني الحمد لله جميل فعلا يعني اليوم التدريب دائما يعني أبطال العالم سر اليوم النجاح يأتي خلف التدريب والوقت الذي يمضونه في التدريب اليوم أستاذ يوسف نرجع ونتحدث عن الجانب الإداري قليلا بما يخص دور مجلس الشارقة الرياضي كيف ترى دورهم في دعم رياضة السباحة والبطولات الخاصة بهذه الرياضة لهم دور فعال طبعا واهتمامهم الأكثر اللي هي على المواهب الرياضية وتم تشكيل لجنة الموهبين وفي لجنة الموهبين اللي هي تخص عنديت الشارقة ومن خلالها إن شاء الله يقدر أي رياضي لاحق المنافسة مشروعة طبعا أن ينافس ويعدل من مستوى الرياضي ويزيد مهارات الرياضية للوصول لقائمة الموهوب الرياضي للوصول لقائمة الموهوب الرياضي جميل اليوم أيضا أخي يوسف بما يخص اليوم يعني محترفين ورياضيين نادي الحمرية يعني أكيد عندكم أشخاص بدأوا معاكم منذ الصغر واليوم إن شاء الله يشاركون في بطولات معينة فالحين لو شخص مثلا محترف في رياضة واللي حاب أنه يتطور في رياضة ممكن أنه يسجل في النادي وبعد فترة وجيزة مثلا يشارك بطولات باسم النادي نعم يقدر عادي بس هذه يعني يقررها المدير الفني للفريق نعم الكابتن أحمد ففي خطوات قبل ما يدخل الفريق فممكن أنه يتدرب في النادي ولكن هناك خطوات أيضا أنه يدخل الفريق باسم النادي نعم في عدة خطوات ممكن على سبيل المثال يعني نحن نبتدي في الأرقام مثلا ما أجني ما أقدر أنا أستضيف واحد عمره 15 سنة وابتدي يوم من الصفر صعب صح جدا صعب بالعكس أنا أستثمر الشغلة أستثمر الشيء هذا في اللي هم البراعم اللي أعمارهم 6 و 7 و 8 هنا الاستفادة الأكثر هنا يكون التأسيس أما كأكاديمية ممكن أعطيه مثلا حصة تدريبية أجزأها في الأسبوع مثلا حصتين في الأسبوع نعم أكيد بطريقة أما ينافس في الفريق ترجع للمدير الفني المدير الفني إذا كان الموهبة المطلوبة والقوة اللازمة في هذه الرياضة نعم بالله في حديثك اليوم واخو يوسف عن البراعم والصغار اليوم يمكن بعض الأهالي يتخوفون من إرسال ابنائهم إلى رياضة السباحة لأسباب حفاظا على السلام يتم فاليوم في النادي كافة الإجراءات مأخوذة هل يتم الإشراف اليوم على الصغار في هذه الرياضة بشكل دائم نعم بالضبط نحن سلامة اللعيبة في البداية نعم نعم قلت لك قلت لك سلامة اللعب من أولوياتنا نعم وإدنا في المسبح منقض موجود وأنا موجود والكبوات دائما موجودين ومسيطنين على الوضع الحمد لله رب العالمين ما واجهتنا المشكلة هذه ودائما أي ولي أمر عند التسجيل دائما يسألنا الأسئلة هذه ونهدي ونقول الموضوع بسيط جدا حتى تقدر تحضر تقدر تحضر تدريباته وتتأكد بنفسك نعم فيقدر ولي الأمر يكون موجود يكون متواجد نعم ومتضمن نعم أيضا هذه بعض اللقطات وماشاء الله يعني اللقطات جميلة من التتويج أيضا والفوز كنا نتابعها اليوم برجع إلى أستاذ أحمد اليوم أستاذ أحمد في خبرتك في اليوم رياضة السباحة ما الذي يجعل السباح سباح قوي وينافس شو الصفات هل اللياقة البدنية هل القوة هل التدريب كيف الواحد يصبح سباح محترف بخصوص السباحة نفسها هي رياضة مكتسبة يعني بتتعلمها من أول ما بتدأ ممكن الجارية ممكن هدي قدر يجري لعب الكرة كلنا الكرة لكن رياضة السباحة كل الأطفال وكل الأمار تدأ التعلمها فنبدأ بالطفل أول ما بنعلم بتعلم إزاي فضي نفس جوه الماء ودي بداية أي بطل في العالم فتبدأ تاخد خطوات المرحلة التعليمية للبراعم الصغيرين بتحطوا برنامج تدريبي ثلاث شهور ستة شهور ممكن في خلال السنة يبدأ أنه يلطح في بطلات تحضرية على مستوى أستاذ أحمد لا بد أن أسأل حمد عن هذا الموضوع اليوم حمد وجودك في نادي الحمرية وبدايتك في الرياضة بديت في سباحة أو كان لك حب في بعض الرياضات الثانية الأخرى لا أنا كنت أحب السباحة من أين صغير نعم دخلت عشان تعلم بعد ما تعلمت نعم كملت علي ودخلت بولوت الحمد يعني أنت من البداية من دخلت هذه الحمرية على السباحة على طول نعم واليوم حمد يعني شو تحس دور الشباب اللي وياه كالزمل في الفريق يعني أحيانا يوم تدخل بطولة لأن يكون حد معاك من الشباب من الرابع يعطيك دافع كبير في الفوز في الأداء فشو كان دور الشباب والزملاء معاك في هذا الفوز الحمد الله كانوا يحفزوني كنت أنا بعد يحفزهم نعم فالحمد الله يعني فعلا الواحد من يشارك مع فريق ممكن روح المعنوية يعني تختلف مع وجود الدعم حوالي حمد دائما بيئة العمل الرياضية هي اللي بتوفر يعني حمد ما شاء الله مثال يحتزى به في الرياضات لما بيجيب لما بنيجي نعمل مهارة جديدة بقول حمد وري زميلك ففعلا بيوريه هو محب جدا لزميله وبيساعدهم جدا فدائما بيئة العمل الرياضية هي اللي بتوفر الاحتاجات المناسبة وتحطك في يعني التي تبقى توصل لمرحلة انت تتحدى نفسك فاليوم ما شاء الله يعني البيئة عندكم في نادي الحمرية ما شاء الله بيئة تنافسية والبيئة ابطال نقدر نعم يعني الواحد عايش بين ابطال لما تيجي توقع يسندوك طب ايه مشاكلك ايه تحديات طب يلا نغير طب ايه حمد تعيبت في النهار ده ايه المشكلة طب تعال نوفر معسكر تعال نعمل فالبيئة المحيطة دائما بتساعد في ان تنمي من نفسك وتقدر تطور اكثر واكثر اكيد فعلا هي فارق كبير جدا اليوم استخد يوسف بعد هذا الانجاز في السباحة وبالنادي الحمرية وايضا سواء اخو يوسف في اي انجاز تسوونا اليوم الانجاز لما يصير يعني اذا فيه بطولة بعدها السنة لا يطلب تطوير ويطلب محافظة على المستوى صحيح فكيف ناوي ينتحافظون على المستوى ونفس الوقت يطورون من الفريق احسن والله نفس ما تفضلت نحن اهم النقاط ادنا المحافظة على النتيجة التي حققناها الموسم هذا وان شاء الله بنحاول ندعم الفريق من المواهب الصغيرة اليديدة ادنا تكوين قاعدة جديدة من البرائم ونطورها ونشتغل عليهم اكثر واكثر تجهيزهم للموسم ان شاء الله اكيد في العادة تبدأ تدريبات من قبل البطولة فترة طويل استاذ يوسف صح نعم انت بداية الموسم عندك تدريبات لنهاية الموسم نعم من غير جدول البطولات نعم كان في جدول البطولات مثلا على سبيل المثال سبا حمد خلاص هنا جدول تدريبة يختلف نزيد مثلا بدال نزيد وحدتين تدريب تكون الفجر والعصر نعم الفجر والعصر اما يعني باقي اللعيبة لا باقي اللعيبة خلاص كل واحد وخطته مرة في اليوم مثلا حسب المثال اذا ما عندها بطولة نعم مرة وحدة في اليوم خلاص كفية على اساس ان نحن نحسبها بالأحجام جسديا وعن طريقة نظام الغداء اللي ماشي عليه نعم وجسمانيا هل في سباقات هل يقدر هو يتحملها ولا ما يتحملها على سبيل المثال ميني واحد عمره ثمان سنوات انا اسابحة مثلا ثمانمية ثمانمية متر صحيح مستحيل سابع المستحيلات راح يكره السباحة اكيد فنحن متبعين جدول ونظام مع الفريق كل واحد عمر حالته كل واحد عمر حالته وذكرت نقطة اخو يوسف الجدول الغذائي اليوم في متابعة أيضا للجدول الغذائي اللعب طول اليوم يعني وشو هي أكل وشو يسوي وكيف طريقة غذاء تكون هي نعم موجودة خطة 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 ومتابعينها مع مع الدكتور تغذية نعم من كل ثلاثة شهور تتجدد تتجدد نعم تتجدد الخطة نعم على حسب وزنه على حسب طوله على حسب كم وحدة تدريبية له في الشهر نعم كل هذا اشرحه أنا للدكتور التغذية نعم من خلاله خلاص يعطيني جدول ونحن نمشي عليه إذن المتابعة مستمرة من جميع النواحي من الجانب الغذائي والتغذية وأيضا من جانب التدريبات يكون مختلف وكل واحد حسب مستوى نعم ويزاكم الله خير على هذه المتابعة أنتم هذه المتابعة منكم وهذا الأشراف الطيب والدارة الطيبة هي التي تخرج اليوم هذه الإنجازات وتخرج الأبطال وتكون الداعم الأكبر للأبطال برجع لك أستاذ أحمد بما يخص اليوم المستقبل يعني أنا ربما سألت أستاذ يوسف هذا السؤال ولكن اليوم كمدرب في الخطط المستقبلية اليوم تنتهي بطولة ويكون بعد فترة معينة موعد لبطولة ثانية كيف تستعد لها اليوم أستاذ أحمد دايما في الخطط السنوية التي نعملها نستهدف بطولات معينة البطولات القوية زي بطولة الدولة هلو عنده بطولة عربية عنده بطولة خليجية بنحط البرامج التدريبية على البطولات دي لأن أنت بتبقى ماشي بحملة تدريبة معين فما بتقدرش تنزل بالحملة التدريبة في كل بطولة فبتارجد بطولتين وثلاثة في السنة فبتقدر أن أنت من خلالها توصل لأعلى أداء للسباح من خلال البطولة اللي أنت بتحطها هدف ليك قبل البطولة بفترة معنا ممكن تجهز البطولة ثلاثة شهور ممكن تجهز قبل البطولة بستة شهور حسب الجدول البطولات اللي عندك فبتبدأ من خلال أنت تقرأ توصل لأعلى مستوى في البطولة دي يعني يبدأ يسبح حمل تدريبي عالي جدا تدريجي لحد قبل ما عاد البطولة بوقت معين بعدين تبدأ تنزل بالحملة تدريجي علشان تريحه شوية ويقدر يحط أحسن رقم لي في البطولة دي أكيد أكيد فبالتالي يعني يكون الحمل نقدر تقول تدريجي والتدريب تدريجي صح ويشتد قبل البطولة هذه الفترة ما قبل البطولة هي بيبقى أعلى حاجة قبل البطولة مثلا بعد كده تنزل قبل لازم تنزل تريحه شوانه خلاص بيبقى تعبان وعضرات تعبان قبل البطولة بحاجة بسيطة أسبوع علشان يبقى قبل السبق هو جاهز أن يطلع أقوى ما عنده لأنه لو راح بنفس الحمل التدريبي بيبقى تعبان فما يقدرش فنعمل حاجة التحييئة قبل البطولة أو نقدر نوصل بها الأعلى مستوى جميل لابد أن يكون في فترة استشفاء ما قبل وراحة ما قبل يعني البطولة اليوم لازم أيضا أسأل حمد عن المستقبل حمد شو تطمح في في المستقبل هل في بطولة في بالك هل في يعني ألقاب معينة حاط في بالك أنه لازم أحققها ولا عينك عليها إن شاء الله الأولمبياد إن شاء الله الوصول إلى الأولمبياد هذا هو الحلم إن شاء الله اليوم أستاذ يوسف كلمة أخيرة يعني اليوم سمعنا يعني بعض الكلام الجميل اليوم من أستاذ أحمد ويوم شعور حمد الجميل بالفوز كلمة أخيرة توجهها لأعضاء النادي واللاعبين في النادي أحب أشكر في البداية سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي على دعمه للرياضة بشكل عام وإمارة الشارجة بشكل خاص وأحب أشكر أيضا مزلس الشارع الرياضي على دعمهم برئاسة سعادة عيسى هلال على دعمهم للرياضة في الشارجة وفي واهتمامهم دائما للموهوبين وغير الموهوبين في الألعاب نادي الحمرية برئاسة سعادة عيسى هلال عفوا برئاسة حميد الشامسي نعم وعضاء مجلس الإدارة أكيد وأشكركم أيضا على السلام في إزاكم الله خير الله يسلم ويعطيكم العافية وكل الشكر أستاذ أحمد أشكرك أيضا أستاذ يوسف وكل الشكر حمد ومبارك لك مرة ثانية على هذا الفوز وإن شاء الله نشوفك في إنجازات أكبر أكبر